على قدم وصاق ده كان عنواننا الأولاني عزيزي المشاهدين وده حيب عنا فقرة كاملة في تدريب النادي الأهلي هتشوف الروح هتشوف الجدية هتشوف الاهتمام هتشوف الاستعداد الجيد لفرقة النادي الأهلي هتقول هتشوف الشكل عامل إزاي الحدوتة شكلها عاملة إزاي اللعبة من موت نفسها إزاي بس أنا زي ما بدأت مبارح بثلاث رسائل النهاردة كمان عندي ثلاث رسائل صديقي وعزيزي المشجع الأهلاوي أيوة انت حضرتك يا أهلاوي أيوة انت أنا عايز أرجع معك كده نعمل فلاشباك بلغة السينما لما إمام عشور جي النادي الأهلي واستقبالك لإمام عشور وفرحتك بإمام عشور وإنه إمام ده حاجة جميلة حاجة عظيمة وأنا هقول لك إيه رقم صغير كده لإمام اللي ساهم السنة اللي فاتت في عشرين هدف بتسجيله 11 وصنعه 9 أهداف ده أمام الموسم اللي فات في بداياته مع النادي الأهلي هو بيقول يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم وانت اخترته نجم الموسم وكل ما يطلع على السفتة إمام عشور وإمام عشور وإمام عشور وكان يستحق تعال كده روح معك بإيه شوية كده ما تيجي الروح ريال مدريد يا عم انت مالكو من ريال مدريد ريال مدريد إيه؟ انت بتتكلم على الأهلي وعلى إمام عشور هتلغبطنا ليصبر استنى على رزقك شوية عايز أقولك انه إمام عشور ده قبل ما أكلمك على نقطة مهمة جدا تعال قرنب بلانجهام بلانجهام السنة اللي فاتت كان مكسر الدنيا مع ريال مدريد بعد 11 مباراة كان وصل ل10 أهداف وصنع 3 السنة دي لا سجل هدف ولا صنع إلا هدف واحد في 9 مباريات ما حدش بقالك بلانجهام واتغر وراح فين وجي منين والقصة ايه والحدوتة ايه لا 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 مسندة 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 أرجع لك بقى لإمام أنا لعيبت أربع ماتشات في الموسم ده لعيبت أربع ماتشات ماتش إمام كان كويس وماتش إمام كان نص ونص وماتش ما كانش في المستوى المعمول موافقك هو بنسبة 100% لكن هل ده يستدعي أنه الناس المتربصة بإمام عشور أنت يا إما تسكت عنها يا إما تبقى واحد منهم ما شفتهاش ما عرفتهاش ما سمعتهاش منك أنت يا مشجع الأهل ما شفتهاش قبل كده الراجل اللعبه الماتش اللي فات ناحية الشمال هو ما بعرفش يرتاح يلعب ناحية الشمال قصة الحدوتة إلي إلي خلي بالحضراتكم شوف الماتش اللي فات حتلاقي إمام جيري كتير جدا 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 بس هو مش مكانه فمش مبسوط هتقول لي من ماتش اللي قبليه لقب في مكانه ما كانش كويس وماله عادي بتحصل فيش مشكلة فأنت هنا دورك لأنك عايز الأهل ياخد بطولة وعايز الأهل يدائما وقف على رجليه ما أقولكش الأهل يقف على رجليه للأهل واقف على رجليه بس أنت بتزعل قوي وأنا بزعل زيك لما الأهل بيخسر مباراة ودية فأبالك إنه بيخسر بطولة طبعا بتزعل بس زعلك خلي عنده حدود خلي عنده حدود كده عشان إيه ما نروحش بعيد قوي ونجري ونتخانق ونزعل ونزعل ناس مننا لأ خلينا دايما أوعة تنسى اللي أنا قلت لك على مبارح ده أنا أستمتهى لك جمهوره دا حماه على الحلوة والمرة معاه عمر ما حب غير الأهلي ولا في غيره يفرحني ده أنت اللي قلت وأنا صدقتك وأنا أمنت بكلامك لأنه كلامك جميل قل يا جمهور سمعني كلامك حلوة ما تقني خليك دايما كده على الحلوة والمرة معاك يا أهلي أهل اللي هو مين اللي هو أمام اللي هو فلان اللي هو فلان اللي هو فلان فيابلكم النهاردة لما نعمل رسالة دا أعمل إمام